هذا وقد رأس كل من وزير الخارجية ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب أفريقيا وفدي بلديهما خلال الدورة التاسعة لللجنة المشتركة المنعقدة بالقاهرة وقد أطلق الوفدان حوارا شاملا لتبادل الرؤى حول مجموعة واسعة من الموضوعات تشمل نواحي متعددة بالعلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي البيان الختمي لللجنة أكد الوزيران لالتزام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة